اشتركوا في القناة بمدرسة التميز النموذجية اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التميز التعليمية ودرس جديد من دروس اللغة العربية المقررة على طلاب الصف السابع هذا الدرس يا ابنائي يندرج تحت الوحدة التعليمية الثانية وهي بعنوان رحلة عبر الزمن النشاط حصلة اللغوية او الثروة اللغوية لهذا الدرس او لهذه الوحدة هيا بنا يا ابنائي ننطلق سويا لنرى التميز اولا حصلة اللغوية والمقصود به ايضا الثروة اللغوية المعيار اثنان اربعة وهنا يا ابنائي هذه الثروة اللغوية لا بد ان تحفظ جيدا وذلك لانها تأتي في الاختبار ركز مع عز الطالب في هذه الكلمات اولا اذكر مترادفات الكلمات الاتية والمترادف المقصود به المعنى اكز عزيز الطالب في مرادف الكلمة وليس مفردها لان هناك فرق بين المرادف والمفرد فالمرادف هو المعنى اذكر مترادفات الكلمات الاتية ثم اضع احداها في جملة مفيدة الكلمة الاولى كلمة مزين وهذه الكلمات تحفظ جيدا الكلمة الثانية كلمة ضئيل الكلمة الثالثة كلمة واجن كلمة مزين يا ابنائي مرادفها او معناها احسنت يا ابني مزين اي مزخرف كلمة ضئيل احسنت يا ابني اي قليل كلمة واجم بمعنى عبوس او مطرق لشدة الحسن الجملة اصبح وجه ابي عبوس لفراق امي ننتقل بعد ذلك لمضاد الكلمات الاتية اذكر مضاد الكلمات الاتية ثم اضع احداها في جملة مفيدة الكلمة كلمة كاسف ما منكم يعرف الضد يا ابنائي لكلمة كاسف والضد المقصود به العكس مثل كلمة طويل عكسها او ضدها قصير احسنتم كلمة كبير صغير احسنتم جزاكم الله خيرا الكلمة هنا كلمة كاسف عكسها احسنت يا ابني مشرق الجملة التلميذ المجتهد مستبله مشرق ننتقل بعد ذلك لمفرد الكلمات الاتية اذكر مفرد الكلمات الاتية ثم اضع وحداها في جملة مفيدة اولا كلمة اصناف اصناف مفردها احسنت يا ابني صنف والجملة قدم الكريم لضيوفه مائدة فيها ألذ وأشهى أصناف الطعام ننتقل بعد ذلك للجمع اذكر جمع الكلمات الاتية ثم اضع وحداها في جملة مفيدة الكلمة الكلمة كلمة حجر نعم اسماق يا ابني احسنت جمعها احجار والجملة اللؤلؤ والياقوت من الاحجار الكريمة ننتقل بعد ذلك لوضح معنى كلمة ذهبة في سياقات مختلفة والسياق يا ابنائي اي ان تأتي الكلمة كما ترون امامكم في اكثر من جملة ولكن يختلف معناها من جملة الى اخرى سياق الكلمة هنا يختلف من جملة الى اخرى هذا هو المعنى السياقي لكلمة ذهبا الجملة الاولى ذهبت الايام سريعة اي مضت ومرت الجملة الثانية ذهبت مع والدي الى المسجد اي صحبته اليه الجملة الثالثة ذهب اثر السير اي زال ومحا ذهب الطلاب الى المدرسة اي توجهوا اليها وقصدوها ذهب المريض عند الله اي مات وانتقل الى جوار ربه ذهب كلامه سدى اي كان بلا فائدة ننتقل بعد ذلك لنرى تصريف كلمة اذنى والتصريف يا ابنائي هنا كما تروا يأتي على اوجه متعددة يأتي على اسم الفاعل او اسم المفعول او المصدر او الاسم او الفاك او الصفة المشبه السؤال هنا ابين تصريف كلمة اذنى ثم اضع المناسبة منها في النقاط والتصريفات كما تروا مئذنة الاذان المؤذن المأذون الاذن الاذن الاستئذان نركز معا لنقوم بملء هذه الفراغات اولا عدو السماع لدى الانسان ما هو احسنت يا ابني الاذن الجملة الثانية رفع من الذي يرفع الاذان الاصطلاة احسنت يا ابني رفع المؤذن ثالثا ثلاثا فان اذن لك فادخل وإلا فرجع احسنتم الاستئذان ثلاثا فان اذن لك فادخل وإلا فرجع وثق عقد الزواج وثق وثق المأذون احسنتم اخذت الاذن من والدي للذهاب في رحلة مع اطلقائي واخيرا يا ابنائي ارتفع صوت الاذان عاليا من مئذنة المسجد وبهنا يا ابنائي نقول قد وصلنا الى ختام هذه الحلقة متمنين لابنائنا دوام التوفيق والتفوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا